للأسف الشديد يا أستاذ خالد عايزة أقول لك أنه يعني هذا جناه أبي عليا هم يقولوا كده وما جنايته على أحد الشباب اللي اتخدع هو الذي وضع نفسه في موضع الخديعة هو دلوقتي انت تسمع عن واحد اسمه محمد القدوسي محمد القدوسي ده كان من القيادات التنظرية لجماعة الإخوان منظر هو موليد واحد وستين وكان لفترة مسك مدير تحرير جارية الشعب التي كانت وقتها ناطقة باسم جماعة الإخوان محمد القدوسي شاعر وكاتب من ضمن الناس اللي هربت راحت على قطر وبعدين راح على تركيا بس لأه محمد القدوسي انه ولد اسمه مش عارف محمد ناصر ولد اسمه معتز بيعملوا برامج وبياخدوا فلوس ملايين وهو اللي بيعتبر نفسه راجل مثقف وهو معادي قاعد في البيت فعملوا برنامج لا مش عملوا له برنامج ما عملولوش برنامج هو كان في الجزيرة وبعدين الجزيرة تخلت عنه راح مطلع بقى شاتم في الإخوان ده أنتو عبيد ده أنتو كذا ده أنتو كذا رغم أنه ما زال معارضا للنظام في مصر فتجد بعد الإخوان ما كانوا بيقولوا ده سيدنا وابن سيدنا ده العالم بتاعنا وابن العالم بتاعنا ده العظيم بتاعنا وابن العظيم بتاعنا دلوقتي أول ما انتقدهم وقال إن أعضاء جماعة الإخوان عبيد راح قايلين ده السفيه بتاعنا وابن سفيهنا ده الغبي بتاعنا وابن الغبي بتاعنا ده ده الأحمق ابن أحمقنا يعني على طول انقلبوا هذه الصفات اليهود